اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء في هذا البرنامج نفتح الأبواب والنوافذ لاستقبال أرائكم ملاحظاتكم كل ما من شأنه أن يطور القطاع الصحي في إمارة دبي يطور خدمات هذه الصحة في دبي وأيضا كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة إذن أرقام التواصل معنا 6-0-5-5-1-4-1-4 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4-0-0-6 سؤال حلقتنا اليوم اللي نطرحه حقيقة بالتزامن مع أسبوع الإمارات تبتكر السؤال يقول تبدأ مشاركة الهيئة الصحة بأسبوع الإبتكار متى تبدأ مشاركة الهيئة بأسبوع الإبتكار؟ هل 22 نوفمبر؟ هل 23 نوفمبر؟ هل 24 نوفمبر؟ يعني اليوم باتشر عقب باتشر المنصة مالتنا متى بتبتدي؟ أرسال الإجابة الصحيحة على الرقم 4-0-6 مع الاسم الثلاثي بارك الله فيكم والفايز بيفوز معنا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي ألف درهم ما نجري السحب عليها مع نهاية الحلقة عموما آخر موعد للتمين الصحي يا جماعة الخير 31-12-2016 31-12-2016 طبعاً يوم حلقتنا كلها بتكون عن التأمين الصحي ما يتكلم مناخذ كل أراكم اللي يبغي يسأل أي سؤال بعد الفاصل بإذن الله بيكون معنا الدكتور حيدر اليوسف الاتصال على 6-0-0-5-5-1-4-1-4 تغريدة غذائية بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي تقول تغذيتك السليمة في الأشهر الأولى من الحمل أو تغذيتك السليمة في الأشهر الأولى من الحمل تضمن صحة جيدة ومقاومة قوية لطفلك عند الولادة زين عزيزتي الحامل كلي عدل عشان ولدت يطلع شيء مبتكر إن شاء الله مع أسبوع الابتكار طيب بما نتكلم عن التغذية يقولك فقدان الوزن يحسن صحة الكبد كشفت دراسة علمية حديثة أن فقدان الوزن يساعد على تحسين صحة الكبد للأشخاص الذين يعانون السمنة وزيادة الوزن سواء من خلال تغيير نمط الحياة أو جراحة إنقاص الوزن ووجد الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها أعزاء المستمعين في مجلة أمراض الجهاز الهضمي أن فقدان الوزن من 7% وحتى 10% خفض شدة مرض الكبد الدهني لدى بعض المرضى وبما في ذلك الرجال وأولاك غير المصابين بالسكري وضاف الباحثون أن الجراحة لمرضى البدانة المفرطة أو تعديل نمط الحياة هي خيارات هامة للسيطرة على مرض الكبد الدهني وأشار الدكتور جوليو مارشينسي من جامعة بولونيا الإيطالية أن الدراسة تشير إلى أنه مهما بلغت خسارة الوزن سواء كانت كبيرة أو صغيرة فإنها تحسن صحة الكبد وثالث أيضا من بين الأشياء أشار الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة شنغهاي عن نتائج جديدة بشين فيتامين H و E ودورة في الحد من الإصابة بسرطان الكبد ثالث أكثر الأورام المسببة للوفاة وخامس أكثر السرطانات شيوعا بين الرجال بينما يحتل المرتبة السابعة في الإصابات بين السيدات يعني إن شاء الله نحن نخصص حلقة كاملة عن أمراض الكبد نحاول في القادم من الأيام أن تكون عندنا حلقة كاملة خاصة بس بأمراض الكبد لأن مثل ما شفنا هي ثالث أكثر الأورام المسببة للوفاة وخامس أكثر السرطانات شيوعا بين الرجال لكن إذا ما نرجع عزال مستمعين نشوف أن معظم الأمراض عندنا ما شاء الله المخرج يتبدل على طول أنا مسي شوي ألزل رأسي وأطلع أطلع مخرج ثاني يطلع لي مرحبا معانا ناصر محمد سريم يعني في الإخراج عموما شفنا أن معظم الأمراض أسبابها الزيادة في الوزن فيا عزيزي السمين يعني اهتم بصحتك لأن معظم الأمراض اللي يعني ما عرشوا عدد أمراض سرطانات على سكري على جلطات يعني كلها بسبب السمنة لما قاله والمعدة ببيت الداء ما تشذبه في هذا الموضوع لأنه بالفعل اللي تحطه في حلجك وينزل في بطنك هذا يطلع فيك يا أن تكون بصحة جيدة يا أن تكون سمين طبعا نحن ما نقول كل شيء قضاء وقدر لكن الواحد بعد ولا ترمو بأنفسكم إلى التهلكة فالواحد ينتبه ينتبه على الأشياء اللي ياكلها بين الأشياء اللي يقولون زينة زين الواحد ياكلها البصل والعنب لأنهم يقللان الالتهابات المزمنة يعني في دراسة بريطانية حديثة تقول مجموعة من الأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات اللي تحد من الإصابة بالالتهاب المزمن الذي يساهم في الإصابة بالعديد من منسببات الوفاة الرئيسية باحثون في معهد ليفر بول الجامعي للشيخوخة والأمراض المزمنة في بريطانيا قالوا أن الوجبات الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات التي تحتوي على مادة البوليفينول توفر حماية ضد الالتهابات المرتبطة بتقدم السن والعمر والأمراض المزمنة وأشار الباحثون إلى أن الأطعمة والمواكولات والمشروبات الغنية بالبوليفينول يأتي على رأسها البصل الكركم العنب الأحمر شاي الأخضر التوت والرمان وأيضا هذين يساهمون في الحد من الالتهابات عند الإشخاص المعرضين لخطر الالتهاب المزمن ودكتور كريس فورد قائد فريق البحث في معهد ليفربول يقول كبار السن هم أكثر عرضة للالتهاب المزمن وأثبتت دراساتنا أنهم سيستفيدون من الأغذية والمشروبات الغنية بمادة البوليفينول طيب نرجع لسؤال حلقتنا اليوم سؤال حلقتنا متى تبدأ مشاركة هيئة الصحة بأسبوع الابتكار عبر منصتها التي ستتواجد في برج بارك هل 22 نوفمبر 23 نوفمبر 24 نوفمبر يعني اليوم باشر بعد بكرة رسال طبعا نحن مليون مرة قلنا الإجابة خلال يومين هاللي طافوا فعموما الرسال للإجابة مع الاسم الثلاثي وبتربحون معانا إن شاء الله كم ألف درهم زيدي ومشوق على حسابة ما شي لا الراتب ما نزل بعده عموما ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي على 4006 مع الاسم الثلاثي والإجابة السليمة بعد الفاصل إن شاء الله ما نفتح المجال للحديث عن التأمين الصحي كل الإخوان اللي كانوا يتواصلون معانا في الفترة الماضية عن موضوع التأمين الصحي أتمنى أنهم يتواصلون معانا اليوم عبر الرسالة النصية ولا عبر الاتصالات مع الدكتور حيدر اليوسف بعد الفاصل ما أرجع لكم إن شاء الله صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي سؤال الحلقة اليوم متى تبدأ مشاركة هيئة الصحة أو مشاركة هيئة الصحة بأسبوع الابتكار من خلال منصتها المتواجدة أو التي ستتواجد في برج بارك هل اليوم 22 نوفمبر ولا باتشر 23 نوفمبر ولا عقبة 24 نوفمبر على 4006 الاسم الثلاثي مع الإجابة الصحيحة وطبعا حلال يومين لطافة وكنا نقول يعني عن الإجابة أيضا مستمعين موضوع التأمين الصحي يعني وردتنا الكثير من الاستفسارات في هذا الموضوع في الأيام السابقة والكل كان يكلمنا عن التأمين الصحي شو فيه وشو ما فيه اليوم دكتور حيدر اليوسف مدير إدارة التأمين الصحي موجود معنا في الستوديو صباحك الله بالخير دكتور الله بالنور والسول يا مرحبا الله يسلم دكتور نحن يعنيتنا مجموعة استفسارات ما نطرحها من خلال هذا البرنامج وأيضا المجال مفتوح لمستمعين اللي حاب يتواصل معنا على ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربع واحد أربعة أو عن طريق الرسال نصية على أربعة صفر صفر ستة دائما نحن نحط جائزة دكتور معظم الإجابات على المسجات على الجائزة لكن اللي يبغي يستفسر بعد من نعطي المجال دكتور في قانون تم اصدار اللي هو إذا ما خاب ظني قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم سبعة لسنة 2016 هذا الذي اصدره سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بشأن اعتماد الرسوم والغرامات الخاصة بالضمان الصحي على أن يتم تنفيذ أحكام القانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن الضمان الصحي وتأكيد وضعها موضع التنفيذ الآن دكتور أبرز النقاط التي يجب علينا أن نعيها من خلال هذا القانون شو أبرز الشغلات اللي موجودة عندنا في هذا القانون طبعا مثل ما تفضلتهم القانونين الرئيسيين اللي يحكمون عملية الضمان الصحي في إمارة دبي هو القانون رقم 11 لسنة 2013 من صاحب اسمه شيخ محمد بن راشد المكتوم اللي هو قانون ضمان الصحي في إمارة دبي اللي يلزم جميع أصحاب العمل والكفلاء في الإمارة بتوفير التأمين الصحي لجميع مكفوليهم وموظفيهم كذلك يضمن توفير التأمين الصحي بالنسبة للمواطنين في الإمارة من قبل الحكومة وينظم كثير من الأمور المتعلقة بقانون ضمان الصحي كذلك دور هيئة الصحة في إمارة دبي واجباتها ومسؤولياتها وكذلك أدوار وواجباتها ومسؤوليات كل من أصحاب العلاقة في منظومة ضمان الصحي مثل شركات التأمين شركات إدارة المطالبات مقدمي الخدمات الصحية أصحاب العمل الكفلاء فينظم العلاقة بشكل طبعا هاي لفل بشكل عالي بين جميع أطراف المنظومة التأمينية في الإمارة ومن ثم جاء قانون اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم اللي هو بخصوص الرسوم والغرامات المتعلقة بالضمان الصحي دخل في تفاصيل أكثر نظم كذلك من خلالها تفاصيل العلاقة ما بين أفراد المنظومة ووضع مجموعة كبيرة من الضوابط المهمة اللي تضمن حسن تطبيق القانون المذكور شو هي هذه الضوابط دكتور يعني؟ نعم نعم طبعا تعلقت أول شيء الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون كانت أولها الربط مع الإقامة وشؤون الأجانب من ناحية عملية الفيسا فأي تأشيرة إقامة صادر من الإمارة يجب أن تكون ترفق معه مع التأمين الصحي بضعط فلا يتم تجديد أو عمل إقامات جديدة إلا إذا كان الشخص حصل على التأمين الصحي حسب تطور تطبيق القانون وهاي العملية عملية الربط بدت فعليا بالنسبة للشركات الكبيرة والمتوسطة سابقا والحين بالنسبة للشركات الصغيرة والأفراد كذلك إلى نهاية العام رح تبدأ إن شاء الله تعالى وبالتالي أول ضابط لضمان حصول الأفراد على التأمين الصحي هو عملية الربط مع الإقامة كثير من الناس هنا تسأل تقول زين أنا إقامتي باجي فيها سبع شهور ثمان شهور فما بتخلص لنهاية السنة فهل أنا ملزم أن أشتري تأمين أو أوفر تأمين الصحي الإجابة نعم عملية الربط مع الإقامة هو مجرد إجراء لضمان وجود التأمين الصحي لكن الالتزام القانوني للفئة الثالثة أو للمجموعة الثالثة اللي هي شركات صغيرة والأفراد فعليا بدأ في منتصف 2016 وكان هذا اللي هو الددلاين أو المرحلة النهائية لتطبيق القانون هذا للشركات بالنسبة للشركات والأفراد لكن الغرامات ما رح تبدأ إلا على نهاية السنة لكن هو قانونا اليوم ملزم يعني إذا العامل مثلا طاح أو يحتاج العلاج أو الخدامة أو العامل يحتاج العلاج بتكون مسؤولية الشخص دفع الفاتورة كاملة وبالتالي هنا عملية التأمين هي عملية حماية يعني يمكن تذكر على طول نذكر الحالات اللي نشوفها والحالات تزداد ونشوف النوعين من الحالات صحيح نشوف الأفراد اللي فعلا نشتروا التأمين وفعلا ضمنوا الحماية اللي نفسهم كانت عندنا كيس من كم يوم وصلت فاتورة الخادمة فجأة تعبت ودخلت الـ ICU وصلت فاتورتها إلى 165 ألف درهم تكفل به التأمين كاملة دفع الكفيل 500 درهم اللي نسبت المشاركة في العلاج في المقابل نشوف حالات ثانية توصل لفواتير 70-80 ولأن الشخص بعد ما أمن بالتالي هو ملزم بدفع المبلغ هذا سواء كان العلاج في مستشفى خاص أو مستشفى حكومي وبالتالي عملية التأمين هي مش فقط حماية للعامل للخادمة هي كذلك حماية للمواطن حماية لصاحب العمل لأن المسؤولية القانونية موجودة هذا الدكتور اللي تكلفة العلاج 150 ألف هذا التأمين مدى الحياة كان بيتفعش اسمه قيمة تأمين مدى الحياة صحيح هو التأمين يعمل بنظرية البولين يعني اليوم شركة التأمين فلنفرض عندها 200 ألف 300 ألف شخص مشمول بالتأمين الصحي عندك نسبة صغيرة منهم بيعدي بيوصل فوق المئة ألف 200 ألف هو عارف نسبة أخرى بيستخدم 40-50 ألف نسبة أخرى بيستخدم 15 ألف ومجموعة كثيرة أكثر من 50 في مئة ما رح يستخدم التأمين مولية ما رح يحتاجها فهي دورة التأمين الطبيعية فهو من البول عارف أن تكلفة البول كامل هذا مثلا فلنفرض والله 200 مليون 300 مليون درهم وهو عارف أن المبالغ هاي رح تصرف على الحالات العالية لكن السنة الياية يتغير وغاية ناس تقولك يا أخي أنا شرية التأمين دفعتها الـ 500-600 ولا استعملتها حرام لا هو نظرية التأمين الإخوان المصريين يسمونها تعمل قمعية يعني الفلوس كلها تتجمع في مكان واحد وكل مرة حد يستفيدوا منها صحيح فاليوم أنت ما تحتاجها لكن باتشر لا سمح الله رح يحتاجها جميعا دكتور ناخذ بو خالد مداخلة معنا تفضل بو خالد سلام عليكم أحمد الله يا هذا السيد تفضل كيف الحال؟ شو الأخبار؟ أولا عملك استفسار؟ أنا عندي استفسار طالع عملك عني كان حرمتي في استشفى زليخة مراجعة عندها في الثورة النسائية نعم وطفضوا عنها أن يتسوي عملية عند مشاكل نسائية صحية في الرحم ويوم راجعنا التأمين قالوا مرفوض الطلب شو السبب؟ قالوا أن هذه مشكلة ممكن تكون قديمة وهذه مشكلة جديدة طلبوا مننا تقارير من الدكتورة قرشناهم ثلاث أربع مرات تقارير من الدكتورة التي هي تعالج الحرمة على أساس أن توافقون التأمين التأمين رفض وصلت مع حيث الصحة على أكثر من مرة قالوا لي لازم على برنامج اسمه سعاد عن طريق سعاد والسعاد نعم دخل للشكوى تاريخ 6-11 والجماعة ما قصوروا يتواصلون إياي على الإميلات يتواصلون إياي على الإميلات لين اليوم ما صار ولا شيء مع أني مطرشلهم جميع التقاهير التي تثبت أن هذه الحالة جديدة وثاني شيء هذا مرض مبمز من يعني لا يعرف سكري ولا ضغط ولا شيء الحمد لله هذا الشيء يعني عرض يعني أفروض أن التأمين يتحمل واضح واضح بو خالد عندك أي سؤال دكتور طبعا الموضوع نفسه مهم جدا اللي هو عملية حماية حقوق الأشخاص المشمولين بالتأمين الصحي بالنسبة لحالة الأخ طبعا بناخذ البيانات تحت الهوة وبنشيكة الحين في النظام الإلكتروني هل ليش التأخير من شركة التأمين عادة عنها نوعية من الشكاوي فريق العمل ينظر لها ومتوسط فترة حل الشكوى هي أربعة أيام عمل بعض الشكاوي نسبة قليلة جدا حوالي 5% من الشكاوي تطول لفترة أطول نتيجة أن العدم وضوح الحالة الطبية وبالتالي إحنا نطلب تقارير إضافية من المستشفى أفدنس من شركة التأمين بعض البيانات من المريض فإذا كان الحالة شوي فيها غموض أحيانا نطول أكثر فبناخذ بيانات الأخ تحت الهوة وبنجعلها بحل الحالة لكن من حيث المبدأ بالنسبة لحماية حقوق الأشخاص المشمولين بالضمان الصحي تأخذ الهيئة دور رئيسي في الموضوع هذا من خلال النظام الإلكتروني البرنامج آي بروميس يدخل الشخص على النظام الإلكتروني يحط بياناته والجميع التفاصيل المتعلقة بالشك والموجودة عنده على شركة التأمين وتأخذ الهيئة مباشرة عملية تأكيد حصول الشخص على حقه المشمول من خلال وثيقة التأمين جميل دكتور أنا ذكر بأرقام التواصل معنا أربعة صفر صفر ستة لرسال نصية وأيضا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة لكل من يحاول أن يتواصل معنا دكتور الآن يعني بخالد فتح موضوع خاص بعملية سرعة الرد من قبل شركات التأمين على المتطلبات أو على الطلبات التي تجيهم من خلال الأطباء فشو آلية وتنظيم هذا العمل من قبلكم والقانون شو اللي يشمله أو يخالف أو يعاقب على بعض المسائل في هذا الإطار نقطة هاي جدا مهمة لو نظرنا إلى عمل شركات التأمين عموما في هذا الجزء من العالم على مدى الثلاثين سنة اللي طافت يمكن بتحصل كان التطور في عمل التأمين الصحي بسيط جدا يعني كان فيه جدا بطء في التعامل بطء في الرد يعني ما كانت شركات التأمين يمكن ناضجة بالشكل الكافي خلال الثلاث سنوات الأخيرة وبعد صدور قانون الضمان الصحي صار فيه عملية هزة لسوق التأمين الصحي في إمارة الدبي وصار تطوير كثير لطريقة عملهم أحد أهم المجالات اللي ركزنا فيها مع جميع شركات التأمين واليوم عندنا حوالي خمسين شركة تأمين مرخصة من قبل الهيئة لتقديم ختمات التأمين الصحي في إمارة الدبي وصلنا خمسين ماشرون وصلنا خمسين أهلية التعامل مع الشكاوي تعريف الشكوى طريقة التعامل مع الشكوى فترة الرد على الشكوى كل شركة تأمين مطالبة أن تقدم للهيئة ركورد كامل بالشكاوي اللي توصلها وطريقة حل كل شكوى شو الشكاوي اللي ما نحلت وليش هل جزء المتعلق بشركات التأمين في المقابل في جزء متعلق بالأفراد يعني الأفراد في عليهم غرامات دكتور نعم في حالة التأخير فرد في حالة يعني they denied coverage مثل ما نسميها أو ما غطوا ما غطوا أي مشكلة يجب أن تغطى فتعرض نفسها شركة التأمين لغرامة تصل إلى 20 ألف ترامل مثل حالة بو خالد إذا كان بالفعل ثبت أن شركة التأمين إذا تعمدت شركة التأمين حجب التغطية اللي هي فعلا مطلوبة للشخص ممكن تغرم إلى 20 ألف درهم لكل حالة لكل حالة لكل حالة نعم فبالتالي صار في ضبط كثير لعملهم طبعا هاي عملية تطور مستمر نفس الطريقة بالنسبة للأفراد كذلك في كثير من الناس اليوم مجرد ما أخذ بطاقة التأمين هاي يتعامل معها كأنها كردت كارد يشخطها كل مكان وكأنها تغطي كل شيء وكأنها يعني سبحان الله أصبحت هاي ممارسة خاطئة هذا بعد علي غرامة هذا بعد علي غرامة نعم بالتأكيد مهمة الشخص أول شيء يعرف شو التأمين اللي عنده يطلع على البوليسة يعرف حقوقه وواجباته يعرف الضوابط يعرف شو التغطية يعرف وين شبكة مقدمي الخدمات اللي هم غطالها هاي كلها أشياء تتعلق بدور الشخص في معرفة حقوقه وواجباته جميل دكتور أنا بذكر بسؤال الحلقة اليوم سؤال الحلقة نسيتها والله متى تبدأ مشاركة الهيئة بأسبوع الابتكار من خلال منصتها التي سوف تتواجد في منطقة بورج بارك هل من 22 ولا 23 ولا 24 نوفمبر اليوم باتشر بعد باتشر رسال الإجابة على 4006 مع الاسم الثلاثي اللي عنده أي مداخلة أو أي استفسار مع موضوعنا اليوم وممكن يتواصل معنا بعد الفاصل إن شاء الله منستكمل الحوار مع الدكتور حيدر اللي يوصف مدير إدارة التمويل الصحي في إمارة دبي أو في هيئة الصحة بدبي فاصلوا وراجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مسمعي كرام حياكم الله معنا في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة طبعا سؤال حلقتنا اليوم متى تبدأ مشاركة الهيئة بأسبوع الابتكار من خلال منصتها التي ستتواجد إن شاء الله في منطقة برج بارك هل 23 نوفمبر ولا 24؟ يعني باتشر ولا عقبة؟ تمام؟ أرسال الإجابة معلس 23 على 4006 طبعا أنا بأخذ التوقيت شيء على السريع دكتور لأنه ما شاء الله يوم أنت تتواجد عندنا يكون ضغط للمكالمات نأخذ المداخلات اللي موجودة عندنا أول مداخلة من معانا؟ ألو؟ عتيج مرحبا عتيج تفضل يا سيلي الله يبارج فيكم يسلم أستاذ محمود كيف حالك؟ الله يسعدك تفضل سؤالك عتيج دكتور حيدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته طولي بعمرك أنتم ما شاء الله أسألتكم كلها قوية وتكتيكية نحنا حين أبغينا بش ترككم أعطني سؤالك أنت اللي غير تكتيكة أبغيها أنا حين أمركز على الفلوس كم السعر وكم النسبة وتداوي في الأشياء هذه أساس الواحد يكون على بصيرة كامل أنت صاحب شركة ولا تأمين فردي؟ أدد كبير يعني في البيت يعني آه أوكي أعدد كبير في البيت سلامك الله بالنسبة لتأمين عمالة المنازل طبعا تبدأ باقات العمالة من 550 درهم للشخص في السنة ليس 750 حوالي تسع شركات تأمينة تقدم الباقة هاي اختلافات فيها بسيطة بعضها تعطيك مثلا كذلك العلاج في بلد الموطن بعضها تعطيك مثلا اللمتش السنوي أعلى شوية فيه اختلافات بسيطة من بينها بس بشكل عام الباقات كلها متشابهة ومتوافقة مع القانون وفي تسع شركات تقدم الباقات هاي ذكرناها كذا مرة اللي هي التكافل الإمارات دار التكافل عمال التأمين أرب أوريينت راس الخيمة الهومتلايف اليكو وأكسا ون جي اي هاي تسع شركات تقدم باقة هذه الباقة اللي اللي اعتمدتها الهيئة نعم اللي المعتمدة في ما نسميها باقة الخدمات الأساسية طيب دكتور خلنا أخذ ماجد نعم سلام عليكم يا هلا ماجد فضل كيف الحال يا هلا طال عمركم ما بطول عليكم أنا بخصوصي ني مواطن وحامل جواز مقابين بساكن في مارة البي بيئة الوالدة وطلعت أني على أساس أني يسوي التأمين الجماعة قالوا أنه ما يشفى التأمين سعادة خصلك أنت موظف ولا ماجد موظف أنت ها بالنسبة للتأمين العمالة ولا للعائلة لا أظن يتكلم عن سعادة للعائلة نعم للعائلة الله يتكلم كل الخدم اللي عندنا في البيت الخدم موضوع آخر نعم انزيه تفضل نعم طبعك كيف يعني بيكون وضعنا نحنا بالجراء نفسه الخدم إقاماته مدبي وال لا لا مقابل لأنه يمشون على الجواز ممتاز ممتاز واضح الدكتور ما نرد عليه بعد ما نأخذ المداخلة الثالثة زين من معانا؟ ألو؟ محمد تسحاك وياك ما رحبا محمد تفضل يا سينا قال أخويا 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 محمود عندي استثار عندي والد الوالدة على كفالة أخويا وعلي عيالة وحرمة يعني هم إجمال الثلاث والخمسة يم أنا الشيء بخصوص الانشورنس حق الوالدة والد الوالدة هم عمارهم كبيرة بين الخمسينات هذا يم أدور الشيء يعني تحصل واحد يعني يصدقهم حوال ٦٠٠ أحد يقول يقول ٥٠٠٠ ونص أخويا رأيت ٦٠٠٠ ونص فتحصل صعوبة يعني تشوف أحد الشركة من طريق يعني شيء صعر أعرفت شيء قلبي أنا واضح واضح سؤال بس أبغي أعرف هذا الشيء شكرا لك شكرا محمد نرجع حق السفسار ماجد طبعا قانون ضمان الصحي مثل ما ذكرنا ينطبق على المواطنين في الإمارة وكذلك المقيمين في الإمارة اللي عندهم إقامات صادرة من إمارة دبي بالنسبة للعمالة سنبدأ أول بالعمالة كثير من الشركات من ضمن الشركات التسعي اللي ذكرناها إذا كانت أشخاص عندهم عمالة حتى لو فيزهم كانت من إمارات أخرى غير إمارة دبي فهم يقدمون نفس الباقة لأن الباقة هاي مش باقة مدعومة فهي باقة تجارية بالنسبة لهم وفي النهاية يستفيدون منها نعم فتقدر تستفيد من الباقة حتى لو كانت الإقامة مش صادرة من إمارة دبي وننصح الأفراد سواء كانوا مقيمين في دبي أو حتى في الإمارات الأخرى بالاستفادة من الباقة هاي لأن اليوم عملت هيئة الصحة مع شركات هاي توفير الباقة بالسعرها عادة الباقة هاي قبل كانت ما تتوفر بأقل من 1200-1300 درهم لكن عملنا طريقة بولينغ معينة وعملية تجميع معينة وحصرناها في التسع شركات هاي اللي هي شركات مؤهلة لتقديم هالنوع من الباقات وتقدر تقول إن الحكومة اشترت التأمين لحوالي 2 مليون شخص من هالشركات التسع بحيث إنها قدرنا نخفض السعر بطريقة هاي فصارت طريقة إبداعية جداً في تصميم الباقة من ناحية الباقة نفسه وفي تصميم عملية الدفع للباقة وبالتالي يمكن للجميع الاستفادة من الباقة هاي على التأمين الخاص فيه بالنسبة للمواطنين من الإمارات الأخرى المقيمين في إمارة إدبي اليوم هيئة الصحة في إدبي توفر كافة خدمات لجميع المواطنين بشكل مجاني حتى مع دخول التأمين الصحي في هيئة الصحة بشكل كامل راح تكون هناك باقات تضمن على الأقل توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين في هيئة الصحة في إدبي وهذا شيء دائماً يعطيهم حرية الوصول الكامل إلى العلاج اللي يضمنه الدستور لجميع المواطنين وهذا الشيء ما راح طبعاً يتوقفوا الهيئة دائماً قائمة بمسؤوليات ويفترض دكتور إن الواحد إذا عنده موظف هو عنده تأمين بايدفور إذا هو موظف حتى لو مش موظف حتى لو هذا دائماً الهيئة موجودة كجهة تقدم خدمات عالية المستوى محمد إسحاق كان يتكلم عن استفسار وايد يعني دكتور إن أحياناً كبارة الشركات التأمين تبالغ في عملية صحيح واحد راتبة 7000 درهم وين بيأمن أبوه أو أمه على 8000 درهم كلام جميل جداً والتأمين الصحي الحقيقة وجد الحق الحالات اللي مثل حالة محمد هاجل لأن اليوم لما شخص عنده كبير في السن وهو اليوم راتب على قد لا سمح الله وكبار السن أنت عارف ليش كانت أسعارهم غالية قبل يعني كانت تبدأ باقات كبار السن أقل باقات حصلها كانت ب 15 ألف وتطلع عليه 50 ألف لأن الرزق ما لهم عالي لا سمح الله هو معرض لأمراض بش نسبة أكثر ممكن يكون عنده بعض المضاعفات الصحية أي لحظة إذا هو تعرض فيها لوعكة صحية تكلفته تكون عالية جداً وبالتالي هالشخص اللي راتب ب 7000 ممكن فعلاً يعاني العوز المادي نتيجة وجود شخص مريض تكلفته عالية جداً وبالتالي ضمنت اليوم هيئة الصحة وجود باقات منافسة جداً تبدأ أسعارها من 2500 درهم التسع شركات اللي ذكرناها إذا تواصل معها اللخ محمد تبدأ باقات كبار السن فيها من 2500 درهم للشخص في السنة وهي توفر حماية كبيرة جداً للأفراد لكبار السن والكفلاء اللي هو في هالحالة هاي جميل دكتور نحن بما أن الوقت بدأ يمضي على السريع نخفض مدة الإجابة قدر الإمكان ناخذ المداخلات بعدين ناخذ أسئلة المسيجات تفضل أول مداخلة محمد تفضل محمد السلام عليكم يا أهلا سامحنا نطرناك واختصر لي بارك الله فيك لا كيف الحال سبحانه الله يسلمك سؤالك بس الله أخليك بسأل بالنسبة عندي زوجتي وعندي بنتي عايز يعني شركة تأمين يكون سعرها منيسة بقدر أن أنا أمن الزوجة والطفلة طيب شكراً واضح شكراً المداخلة الثانية من معانا؟ ألو؟ طيب ناخذ بعض الأسئلة بعد بس محمد ممكن ممكن نتكلم عن الشركات التسعة؟ نعم التسعة وفي غيرها لأن طبعا التسعة تختص فقط بفئة العمالة لكن التسعة كذلك يوفرون باقات جداً منافسة لأفراد الأسرة تبدأ من حوالي ستمية وخمسين درهم وحتى غير الشركات التسعباجي شركات الـ 41 الأخرى كذلك كثير منها عندها باقات منافسة جداً ممكن يتواصل معاهم كذلك ويشوف الباقات التي تناسبها طيب دكتور في عندنا التأمين الصحي للأجانب من وين على الهوية مثل المواطنين؟ هذا السؤال شيء مفهول نعم أعتقد هذا أحد مشاريعنا اللي هو تحويل التأمين الصحي إلى الهوية وهاي جميع الشركات قائمة في الموضوع هاكثير من الشركات التأمين الخاصة بدت في توفير التأمين على بطاقة الهوية يعني ما تطبع لك بطاقة مجرد ما تعملك اكتفيشن لبطاقة الهوية وأنت ببطاقة الهوية تستعمل وعلى بداية السنة بتكون جميع باقات التأمين في إمارة البيع الهوية إن شاء الله جميل دكتور حاول نختصر أكثر بعد سلام عليكم هل يستطيع الوافد استخدام التأمين الصحي في العيادات والمستشيات الحكومية بدوي؟ حسب الباقات موجودة مغطاة في الهيئة وباقات أخرى غير مغطاة لكن في حالات الطوارئ جميع الباقات مغطاة في الهيئة جميل بجراح تفضل واختصر لبجراح خلاص خلاصنا المداخلات ها في مداخلات؟ يلا حولوا لي على السريع لأن الوقت يمشي بسرعة معنا أنا دكتور بس أذكر بسؤال الحلقة متى تبدأ مشاركة هيئة الصحة بسبوع الابتكار من خلال منصتها التي سوف تتواجد في منطقة برج خريفة هل ولا نسيتنا شو الخيارات العطائك؟ 23 ولا 24؟ 23 ولا 24؟ يعني باتر ولا عقبة؟ على أربعة صفر صفر ستة مع الاسم الثلاثي طيب دكتور في شغلة وايد مهمة يجب أن ينتبه لها الأفراد أن أحياناً موضوع العمالة المنزلية الواحد يخليها لنهاية السنة بعدها باجي شهر جدامنا وحد يسأل اللي ساكن في الشارجة وإقامة الخدم من دبي كيف الإجراء وضرورة التأمين؟ قلنا نحن هذي جاوبة نحن عليه هنا التأمين حسب الإقامة مكان صدور الإقامة نزيل فالخدم دكتور لازم الواحد يأمنهم اليوم باتر عقبة بتأمن بتأمن نفضل اليوم هو مطالب ومساءل لا سمح الله في حالة حدوث أي حالة طارئة هو مطالب يعني ويعرض نفسه لخطر كبير ولمبالغ كبيرة وبالتالي إحنا ندعو الجميع أنهم ما يتريون إلى آخر لحظة وأنهم يبادرون بالحصول على التأمين لأنه بالتأكيد رح يحصل ضغط على شركات التأمين في آخر أيام وممكن هذا الضغط يأخر حصوله على التأمين ويعرض نفسه للغرامات وبالتالي إحنا نشجع الجميع الاستفادة من التأمين في أسرع وقت نعم نأخذ مثنى تفضل السلام عليكم يا هلا مثنى تفضل الله يحفظك يعني هذا وقيت بخصوص التأمين اللي عاد عندهم وقامة سارة المفعول إلى 2018 أوكي ما هي الإجراءات؟ هذا السؤال الأول السؤال الثاني في عندي تأمين أنا يعني من بنتي يعني عناية رحتي يحقه يا أمو العيالي اليوم من استشفاء أنا أمشين قال لك ما يشمل يعني تأمين الأسنان يعني وهذا الله ما يشمل تأمين الأسنان وأنا متعالج قبل فترة بها بهتشي وهذا الله ما يخبر الواحد أنه يعني ما يشمل لما يكون شيء حاجة الغوها ويخبره الواحد يعني الحين قال لي 650 العقد موجود معاك؟ مثلنا العقد موجود معاك ما للتأمين؟ شفت العقد؟ ما عندي البطاقة صارت المفعول يعني تأمين يعني وهذا الله سنتين وعلى يعني أن البنت موظفة يعني خبيرة أغذية في مختبر الدبي واضح واضح السؤال السؤال يعني وهذا الله الحين يعني بخصوص عندي الواحد يعني عنده يعني ثماني تسع أطفال يعني وهذا الله يعني من التأمين وأي مكان اللي واحد يأمن طيب اللي هو الأقل واضح سؤالك مثلا حاضر سؤالك واضح بالنسبة لي آخذ زهرة وبعدين ما نجاوب مثلنا دكتور تفضلي زهرة سلام عليكم يا هلا تفضلي أقول لو سمحت بالنسبة للتأمين الصحي وين أماكن الشركات هاي؟ ساعات يحطون فترة قصيرة مثلا في مثلا في الجمعيات ولا في مولاته هذا بعدين مثلا واحد ما ما يدري مثلا يروحون يعني أماكن ثانية فإحنا ما نعرف هذه الشركات وين أماكنهم؟ نزيل نحن دكتور دكتور عطنا الجدول ما لهم بعد ما نعلن في وسائل تواصل الجثمائي عندنا في هيئة الصحة أول بول إذا في عملية تنتقل شكرا للشيء زهرة في شيء ثاني بتسرير عنه؟ شكرا نرجع لمثنة دكتور مثنة طرح موضوع أن مسألة أن الشركات ما يعطونهم خبر على موضوع أن تأمين هذي هل يشمل الأسنان؟ ما يشمل الأسنان؟ لماذا هو تعالج فترة أقب غير ما تعالج؟ طبعا ذكرنا من شوية مهم تدى أن الشخص يطلع على بوليصة التأمين اللي عنده ويعرف شو حقوقه وواجباته بالنسبة مثلا للأسنان في عناية الأسنان مغطى لكن الأمور التجميلية مش مغطى في بعض تخصصات الأسنان مش مغطى لكن كل العلاج الأساسي للأسنان مغطى وفيه للمت سنوي فهو لازم يعرف شو الأشياء المغطى وشو اللمت السنوي اللي موجود عنده ممكن هو استخدم ووصل لللمت وله الحق دكتور يطلب العقد في أي وقت؟ طبعا وإحنا أصلا بالنسبة للعناية يتم توزيع الكتيب اللي يشمل الخدمات على جميع الموظفين في بداية كل سنة وكذلك موجود هو على الموقع الإلكتروني وموجود في كل الأماكن اللي تشعر ممتاز أنا بأخذ آخر مداخلتين ذكر بس مثلنا أخوي محمود ذكرنا نفس الشيء بالنسبة لأنه والله الإقامة تنتهي بعد فترة لكن هو مطالب التأمين مثل التأمين ليدي يأخذ من شركة التأمين وإلكترونيا شركة التأمين تعمل أبلود للاسم وبطاقة بطاقة الهوية ويتسجل عنه في السيستم أنه عنده تأمين ممتاز بو عبدالله تفضل السلام عليكم يا ها اختصر لي عندي خمس دقائق أبغي أسحب على الفائز تفضل إن شاء الله تحية إلك وإلى ضيفة سؤال بتاغي بالنسبة إلى يعني أنا الحين عائلتي على كفالتي تنتهي إقامتهم بعد شهرين بعد شهرين أنا راح أرجعهم للبلاد يعني أتنسلهم هل أعملهم تأمين خلال هاي الشهرين هل أنا محاسب يعني بعد شهر واحد هل الغرامات تسري علي أنا راح أكنسلهم يعني هل شهر ثلين هم كنسلين واضح يا سيدي شكرا لك بو عبدالله بو جراح اختصر قدر الإمكان تفضل يا سيدي محاد ممتاز الرد على أبو عبدالله دكتور ومن أسحب على الفائز التأمين مثل ما قلناه هو مفروض أصلا من شهر ستة من نهاية شهر ستة الفين وستعش فهي عملية التمديد للغرامات بالنسبة لعملية الألغاء مجرد ما الشخص يلغي إقامت يلغي التأمين كذلك ويسترد باج المبلغ من شركة التأمين أهم شيء أنه ما يكون في أي شخص ما عنده حماية تأمينية في فترة وجود في الدولة إذا قرر يلغي لهم بعد شهر شهرين ثلاثة حسب ما تتغير ظروفه مجرد ما يلغي لهم عنده فترة ثلاثين يوم حتى فترة ثلاثين يوم الإلغاء تكون مغطاة بالتأمين لأنه يتكنسل التأمين بعد مغادرة الشخص للدولة ومن ثم ترجع لشركة التأمين المبالغة مجرد راح تفضل يا جماعة الخير بس أعطوني سحبولي على الفائز سحبولي على الفائز طبعا سؤال حلقتنا كان دكتور عن متى تبدأ مشاركة هيئة الصحة بسبوع الابتكار في منطقة برج دبي برج بارك عفوا متى بتكون دكتور تاريخ ثلاثة عشرين ثلاثة عشرين باتر يعني إن شاء الله نشوف الفائز معنا سحبولي على الفائز وخلوني أخذ بجراح ولا أحد غيره بجراح نفسي تفضل بجراح منه فائز في السنة ولا ما فائز والله بجراح إن شاء الله تفوز أنت معانا دون فائز إن شاء الله تعالى بجراح اختصر لي الله يسلم طوال بمرك مرحبا شخص باركم إن شاء الله طيبين الله يسلم بجراح ثلاثة ثانية يا راحب بعد تجارب شخصية تفضل دائما فائز صاحب يسمون شخص محمد راشد إن شاء الله سؤالك بجراح الحين هالغوانين حلوة وجميلة مثل ما ذكرها الدكتور صح ولا لا بس التنفيذ إحنا ما نبي تنفيذ يكون تنفيذ طيب قبل لا يسمع الله يصير على الشيخة ولا يعني تأخير من هالنوع شو غزه تنفيذ طيب يعني يعني التنفيذ مو بكرة يتغير قانون ولا يشير قانون ولا شركة ما تخالف القانون ولا شركة ما تقوم في واجبها اللي في الصحة خاصة بطاقات التأمين هذه الصحية هاي مسؤوليتنا طال عمرك إن شاء الله تعالى وإحنا بدنا الله تعالى نحاول جهدنا مواطن اللي يحب هذا البلد إن العشاء الحمد لله تصدرنا كلا طيبة وجميلة فقط إنه يكون التنفيذ يكون يعني من جميع كل قمس كاملون بعض موزة ناصر خديفة لغفلي ألف مبروك لها أنت مافس شكرا لك يا بجراح شكرا لك يا بجراح مزاك الله خير طيب أبو جراح تتكلم عن نقطة مهمة دكتور علي عملية متابعة القوانين كذا السلام عليكم أنا ما أشتغل وأخذ شؤون شيء بطاق تأمين خاصة لها الفئة سواء من الشارجة أو دبي لأن علاج التركيبات والتلبيس لازم ندفع عليه في عيادة سنان الشارجة حتى لو أنك مواطن وعندك بطاقة صحية في بقات المواطنين فيها كثير من هالخدمات مشمولة نحن نتكلم عن مارد دبي نعم طبعا وكذلك في الهيئة في كثير من الخدمات هاي موجودة ومشمولة وهدف برامج التأمين صحي للمواطنين بالذات هو عملية تغطية الأمور اللي مش مغطاة يعني على سبيل المثال بدأنا في تغطية بمب الإنسولين بالنسبة لأشخاص اللي عندهم مرض السكر من النوع الأول وكان فيه أشخاص حياتهم كانت مدمرة يعني نتيجة عدم السيطرة على الإنسولين لهذا النوع هذا من السكر الحمد لله وفرنا اليوم أكثر من ثمانين مضخط سكر لأفراد المصابين كان فيه حالة عندنا وحدة من السيدات المواطنات كانت عنده شنطة دخول المستشفى موجودة في السيارة كل أربع خمسة أيام تدخل المستشفى الحمد لله مجرد ما بدأت فالفكرة أنه دائما صياغة برامج التأمين لتغطية الأمور اللي مش مغطاة اللي مش متوفرة في الهيئة اللي فعلا تعملها عملية للوفاء باحتياجات المواطن فيه شغلة جميلة بعد دكتور أن بطاقات التأمين يعني في مثل عناية أو سعادة عفوا ما تتجدد إلا بفحص طبي نعم و هذا إن شاء الله يطبق من 2017 أن جميع الفحوصات الكشفر المبكر عن الأمراض إذا ما عملها الشخص ممكن ما تتجدد لبطاقة التأمين جميل دكتور كلمة أخيرة قبل أن نختم الحلقة باختصار شو ممكن نقول حق الناس رواحة 3012 نشجع الجميع على المبادرة ما ينتظر ليواحة 3012 أنه يبدو مباشرة يروح يأخذ التأمين لمكفولية للعمال اللي موجودين عنده لموظفينا في الشركة لأن هذا في حماية له ولهم الباقات الحمد لله اليوم سعارها مناسبة وشركات التأمين كلها جاهزة وإذا في عنده أي شيء الهيئة دائما موجودة وتحمي حقوق الأشخاص دميع أن شاء الله أخبر متواصل معكم دكتور على السريع من خلال الهيئة الصحة في دبي اللي هو 8342 800DH نعم وكذلك من وقع الإلكتروني ضمان الصحي اللي هو isha.de.ae شكرا لك دكتور حيدر يوسف مدير إدارة التمويل الصحي دائما ما تكون الحلقة سريعة معاك دكتور شكرا لك أيضا ألف مبروك لموزة ناصر خليفة اللي غفلي بيتصلون فيك إن شاء الله لاستلام المبلغ عطوتي البيزات ولا ليحين شواق اليوم بتستلمينهم يلا زين إذن اليوم عنا ثنين فايزين قبل ترى بعدنا ما سلمناهم عموما ألف مبروك للفايزين معنا باتر مستمرين معاكم وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد نقولوا لكم أو تقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف وفي التنسيق كانت معنا شواق من سعد الإعداد فيصل بن فارس وفي الإخراج ناصر محمد سليم وهذه تحياتي مرة أخرى ونقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي